ايضا اكتشفت مبارح انه كان عندنا مدرب عام في المنتخب هو مدرب ابيض عايز تفسر ابيض زي ما انت عايز فسرها ابيض ممكن يكون ابيض الهوى او محب للون الابيض فتخيل حضرتك تخيل حضرتك معايا كده ان انا مدير فني او مدرب في منتخب مصر مدرب في منتخب مصر بيتكلم عن ان ما فيش حاجة اسمها تاكتك وما فيش خطة وما فيهاش بلان على الكلام اللي تقال ولا تاكتك والحاجات دي نسبتها 10% بس الكلام ده مش انا اللي قلته الكلام ده اللي قاله كابتن ايمن عبدالعزيز في حواره مع مهيب عبدالهادي والله العظيم تلاتة قال كده جماعة ساعتها انا وانا قاعد ايقنت ان الحمد لله والشكر لله انها جات على قد كده في بطولة القوم الافريقية وما خرجناش بفضيحة ما خرجناش بفضيحة كابتن ايمن عبدالعزيز بيتكلم على ان هو بيتم مهاجمته عشان هو زمالكاوي مدرب مماشيها اهلاوي وزمالكاوي مدرب عامل انقسامات فيما بين اللي واضح ويقول اصلا مدربين الزمالك بيتهاجموا من الاعلام على عكس مدربين الاهلي محدش هاجم شيتوس محدش هاجم محمد شوقي بقى دا اسمه كلام يا جماعة بدل ما تطلع تحتوي غضب الجماهيل اللي زعلانة من الفضيحة اللي حصلت انت بتزيد الطينة بلا طالع تزود الانقسامات وبتحاول تضرب ما بين الناديين الكابيرين الاهلي والزمالك اختلافات في الرأي انت حر لكن توصل لدرجة ان انت تقول ما فيش حاجة اسمها خطة ما فيش حاجة اسمها بلان ما فيش حاجة اسمها الحاجات دي عشرة في المية بس وتقول ان انت تعرضت للهجوب عشان انت زمالكاوي هو الكابتن حسن شحاتة في 2006 و2008 و2010 و2012 و2024 انا واحد من الناس اتمنى ان انا اعمل حلقة ولو ساعة مع كابتن حسن شحاتة في قناة النادي الاهلي وان شاء الله اعمل له حلقة تخلي كل الزمالكوية يسقفوله ومتأكد ان اي حد في قناة نادي الزمالك نفسه يعمل حلقة مع الاسطورة محمود الخطيب عيب يا كابتن ايمان لما تطلع بهذا الشكل عيب يا كابتن ايمان لما تتكلم بهذا المنطق وانا هنا صريح وواضح في هذا الامر ايمان عبدالعزيز اخوات صغير بالمناسبة ولكن ايمان عبدالعزيز قبل ما يروح المنتخب كان بيغلط في كل لعبة النادي الاهلي على الهواء مباشرة والموضوع عدى وكمل ايمان عشان الاتحاد عايزينه لكن ان هي توصل ان انت بدل ما تستخبه او تطلع تهدي الجماهير او اطلع ادافع عن فيتوريا انت حر ولكن ولا عارف تتكلم في الكرة يا كابتن ايمان يعني انا لو جبت المدربين وسألتهم اي مدرب هيقولك لا مفيش حاجة اسمها بلان اما للناس بتدرس ايه هو انت يا كابتن ايمان كنت بتتكلم مع صلاح وتريزيجيب كده ان انت مفيش حاجة اسمها خطة ولا ارقام ولا احصائيات ولا الكلام ده ولا تاكتك ولا بلان يعني انت كنت بتقف مع صلاح وتريزيجيب ومرموش ومصطفى محمد ولعبت الاهلي ولعبت الزمالك تقولهم الكلام ده ما هو عشان كده احنا خرجنا من دور الستاشر لا ده احنا الحمد لله ان احنا وصلنا لدور الستاشر هو اللي احنا نعرفه ان فيتوريا قال ان هو عايز مدرب شاب يتعلم منه يعني مش عشان المنتخب يستفيد من خبراته فما كانش ينفع يكون مثلا ساعتها موجود كابتن محمد يوسف ليه لان كابتن محمد يوسف مدير فني لكن حضرتك المفروض تروح وتتعلم وانا لو حضرتكو تفتكروا عندما تم اختيار كابتن محمد يوسف كمدرب عام مع اي مدير فني اجنبي في القرارات الاولى للاتحاد المصري لكرة القدم قلتلكم لكابتن محمد يوسف اهم حاجة عنده ما عندوش موازنات يعني بيحب الاهلي جدا وبيقنفسه في الاهلي وكل حاجة لكن في نفس الوقت لو عنده عشرة من الزمالك هياخد عشرة من الزمالك لانه يهموا مصلحة بلده بالعكس بيعرف يحتوي الجميع ما عندوش حسابات شخصية اهم حاجة عنده مصلحة بلده ومنتخب مصر مش هيفرق يعني كابتن محمد ما كانش هيفرق انا متأكد من شخصية محمد يوسف مش هيفرق ما بين اهلاوي وزمالكاوي انما اللي حضرتك طلع تقوله ده عبس والحكاية اصلا مش نقصة كفاية يعني اتمنى ان الزمالكاويه يطلع يرده عليه في هذا الكلام هو كابتن حسن شحاتب في ستة وثمانية وعشرة كان عنده حد بينتقده احنا انتقدناك يا كابتن ايمن مش عشان حضرتك بتتعلم هو لو كابتن سامي الشيشيني كان موجود كان حد فينا تكلم هو لو كابتن عبد الحميد باسيوني كان موجود كان حد فينا تكلم ما كانش حد تكلم كنا باركنا الخطوة دي ولكن احنا تكلمنا على ان انت كنت بتطلع في برامج على الهواء مباشرة وتتكلم بطريقة غير صحيحة عن لعبة النادي الاهلي فازاي تمسك منتخب مصر ده انتو خلته الناس كلها عندها احباط من اللي حصل بالمتخب مصر انا نفسي اعرف هو فيتوريا كان بيتناقش مع كابتن ايمن ازاي فنيا يعني يعني لما يجي يتكلم معاه في طريقة في طريقة لعب او تاكتك كان كابتن ايمن بيقوله مفيش حاجة اسمها تاكتك وما فيش حاجة اسمها بلان ولا خطة ولا تاكتيك ولا الكلام ده كله يا كابتن ايمن انت بعد التصريح اللي انت قلته ده مصر كلها استريحت تخيل انت ريحت مصر كلها لان كلنا كنا عارفين ان احنا عندنا فريق كويس جدا ولكن وكنا ايه ما بين ان فيتوريا كويس ولا وحش ده احنا عارفنا ان فيتوريا هو السبب الرئيسي في ان احنا خرجنا من بطولة الامم الافريقية وان المساعدين اللي معاه وحضرتك منهم كنت سبب رئيسي في خروج منتخب مصر بهذه المهانة وبعدين بتزعلش مني يا كابتن ايمن هو ازاي حضرتك تطلع بعد الخروج من بطولة يتقل لك هو صلاح افضل ولا ترزيجي تقول مين انا بصراحة ما شفتهاش مع حد ابدا والله ما شفتها مع حد ابدا شطارة من المزيع طبعا من المهيب هايل لكن لكن لما تبقى لعيب سابق حاجة ولما تبقى رجل مسئول ولسه ماشي من مسئولية زي منتخب مصر ما ينفعش تطلع تطلع تتكلم على اللعيبة بهذا الشكل انا اعرف ناس كتيرة جدا مشيت من النادي الاهلي ومشيت ايه وهذا علانة ومتدايقة لكن ما فيش كلمة تكلمها ونفسك الكلام في النادي الزمالك ونفس الكلام في النادي الاسماعيل ما فيه مدرب يا جماعة يطلع يتكلم على لعبته بهذا الشكل مين شط ضرب الجزاء ومين ما شطش ضرب الجزاء ومين عمل ايه ومين ما عملش ايه وبيخياروك مثلا ما بين رمضان صبحي وكهربا اساسا الخيار ده خيار خاطئ رمضان بيلعب ناحية الشمال وكهربا بيلعب رأس حربا فتطلع حضرتك المفروض ده يبقى ردك يعني ما عرفش تطلع تقول رمضان صبحي طيب بما ان حالك اخترت رمضان صبحي طلع تختار اي حد بعيد عن النادي الاهلي ليه ولا عشان حسابات شخصية والله العظيم تلاتة وانا قاعد بتفرج امبارح مش مصدق اللي بيتقال والله ما مصدق اللي بيتقال من الناحية الفنية من الناحية الانسانية من الناحية كاصدقاء يعني انا كان نفسي يكون معاي رقم اي ما انا كلمه يا كابتن اي ما انا كلمه اقولله يا اي ma ازاي بتقول الكلام ده ازاي طلع تقول الكلام ده على الهواء مايصحش ان انت تطلع تقول مثل هذا الكلام الناس 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 زعلانا ومتدايقة جدا من الكلام اللي انت قلته عيب يا كابتن اي من انت اتبين على فكرة أنا ممكن أطلع من قناة النادي الأهلي أروح قناة أخرى أقول في مصر كلها زي ما قلت بلكده وبتقال إن أنا قلت إن أنا في أي قناة أنا رجل أهلاوي وبحب النادي الأهلي وبعشى النادي الأهلي ولكن هو لما الواحد بيتحطف مسئولية أخرى بعيدا عن النادي الأهلي بيعمل إيه؟ بيحاول يؤدي عمله بيحيط كل الأمور وبيحاول أن يؤدي عمله كما يجب أن يكون منتخب مصر كمان بقى يعني تخيل حضرتك الواحد لو مدرب في منتخب مصر الحمد لله ما ليش في سكة التدريب دي بس أنا بقول لو الواحد مدرب في منتخب مصر هل أنا كنت حروق أشوف زيزو؟ بالعكس أنا بحب زيزو جدا هذه القناة وفي هذا البرنامج كلنا الحقيقة النهاردة وإحنا بنتكلم قلنا يعني هنقول في وسط كلامنا ألف سلامة للونش ألف سلامة لواحد من اللاعبين المحترمين في نادي الزمالك هي دي العلاقة يا كابتن أيمن مش العلاقة أن أنت عشان زمالكاوي نطلع نهد فيك ولا أن ننتقد فيك إحنا بننتقدك على حاجات أنت عملتها مش بننتقدك لمجرد الانتقاد ولو كابتن عبد الحميد باسيوني هو اللي كان مكانك أنا شخصيا كنت هطلع سقف لكابتن باسيوني كابتن باسيوني رجل محترم عمره ما تكلم بكلمة كوي بينتقد أداء النادي الأهلي بينتقد أداء النادي الأهلي هو وغيره 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 ولكن عمره ما كان بيشتم في لعيبة على الهوى وبعدين يتعامل معاهم بعد كده اللعيبة كلها ما كانتش عايزة تتعامل معاك أنا بس مش عايزة تكلم في حاجات ما ينفعش أتكلم فيها فعيبة يا كابتن أيمن أتمنى أن أنت تعتذر عن هذه الكلمات اللي أساءت ليك قبل ما تسيء لأي حد آخر اعتذر يا كابتن عن هذه الكلمات أو ما تعتذرش أنت حر أنا يعني أنا بقول لك لكن اللي بيحصل ده الحمد لله الحمد لله أصبح لدينا سبب مسكينه وشايفينه وعارفينه لماذا خرجت مصر بهذا الشكل المهين من دور الستاشر لأن عندنا عقليات زي كابتن أيمن عقليات بتقولنا أن ما فيش خطط وما فيش حاجة اسمها 4-2-3-1 وما فيش حاجة اسمها 4-3 مالحنا بندرس إيه الناس بتدرس بش أنا المدربين بيدرسوا إيه 10% 10% زي يا كابتن أيمن يعني كلام غريب جدا والله اللي بيحصل ده خلاني أحلم وقول يرجع بنا زمن قبل كسر الأوم الأفريقية والأحداث تتغير يمكن الكابوس دي يتشال يكون مش حقيقي أحداث عفوا سوداوية وغريبة وغمضة عشناها في الفترة اللي فاتت ولكن الحمد لله الأمور بتتضح مرة وراء مرة وراء مرة أتمنى أن الزمن يرجع بنا للخلف عشان أغير كل هذه الأمور عيب يا جماعة والله الحمد لله العلاقات في أفضل ما يكون ما بين الآله وزمالك ومن المفترض أن تظل العلاقات بهذا الشكل ولكن الصراع في الصراع في الصفقات صراع في الملعب صراع هنا صراع هنا ده طبيعي جدا لكن الحمد لله الأمور بشكل عامش أمور جيدة وده اللي المفروض يجب أن يكون خلونا في أن احنا نزق بلدنا شوية ونفضل في ظهر بلدنا لكن أن يخرج المدرب أو مدرب المساعد لمنتخب مصر ويتكلم بهذه الكيفية أعتقد أن الكلام اللي حصل ده يجب أن يتم الحساب عليه. إزاي أنا معرفش؟ كابتان آيمن مش في مسؤولية الآن ولكن اللي أنا عارفه أن آيمن كان يعني كان بيتكلم كويس عن كده أكتر من كده مئة مرة معرفش إيه اللي حصل له وإزاي يطلع يتكلم في أسرار فريق كمان يعني دي حاجة تانية يعني أنا لو مدرب وعندي مشاكل هنا ولا مشاكل هنا أطلع أتكلم بعد ما مشي من التدريب الفرقة أطلع أتكلم على فريق وأطلع أختار ما بين ده وما بين ده وما بين ده طب يأخذ برسانة كده وبعد كده أطلع أتكلم وقولي اللي أنت عايزه لكن أن 3-4 أيام أنت بتزيد الطين بله على الناس اللي موجودة موسيقى موسيقى موسيقى